افضل الدعاء ايها الاحبة هو ما ورد على لسان الانبياء سيدنا يوسف عليه السلام نجاه الله من الجب البئر ونجاه من امرأة العزيز والفتنة التي تعرض لها ولم يرتكب الفاحشة ولم ينحرف ضبط اعصابه عندما دعته امرأة ذات منصب وجمال فلم يستجب لها خرج من السجن ايضا نجاه الله من السجن وكافأه بان جعله ملكا لاعظم دولة في ذلك الوقت مصر طب الان تخيلوا معي هذا النبي الكريم وهو على عرش الملك هل ظلم الناس هل سرق الاموال هل تكبر ماذا فعل انظروا الى هذا الدعاء الذي ختم به حياته انا اتمنى ان نتعلم هذه الاية بل ونحفظها كما نحفظ اسماءنا ايها الاحبة سيدنا يوسف ماذا قال وهو في قمة القوة والسيطرة والملك والمال وهو على العرش رب قد اتيتني من الملك لم يقل اتيتني الملك لان الملك كله لله سبحانه وتعالى اي بعض الملك رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث طبعا تأويل الاحاديث ايها الاحبة يعني ان تتنبأ بالغيب مثل تفسير الاحلام ان تتنبأ بشيء سيحدث مستقبلا وهو من اعلى انواع العلوم ان تتنبأ وتستطيع ان تفسر هذه الاحلام هذا علم عالي جدا ايها الاحبة رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انظرك وهو على عرش الملك هو يتذكر ضعفه ويتذكر قوة الله يتذكر ان الله هو الذي خلق فاطر اي خالق خلقها اول مرة فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة لم ينغر بمنصبه بل تواضع لله انت ولي في الدنيا والاخرة وهنا الشاهد ايها الاحبة انظروا كيف وهو في قمة القوة وقمة الملك والمال والسيطرة والسلطة فكر بالموت سبحان الله هكذا الانبياء جميعا على فكرة توفني مسلما توفني مسلما يعني تصوروا الان انسان غني جدا لديه سلطة لديه قوة لديه اموال لديه شهرة ممكن وهو يفكر كيف سيلقى الله كم هذا الامر عظيم ايها الاحبة كم هذا الانسان سيكرمه الله ان كل وسائل الدنيا ومغريات الدنيا لم تشغله عن الله توفني مسلما والحقني بالصالحين لذلك احبتي في الله والله هذا دعاء يعني كنز من كنوز القرآن يعني ليست آية عادية طبعا القرآن كله عظيم ولكن هناك آيات سبحان الله يجب ان نحفظها يجب ان ندعو الله بها ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث هنا ذكر لنعمة الله انت ايها الانسان هل تتذكر نعمة الصحة نعمة المال نعمة الامان الامن الذي تعيشه نعمة العلم الذي اعطاك الله اياه نعمة الطعام الذي تأكله البصر الذي هذه الاعين التي تنظرون بها هل تتذكروا نعمة الله عز وجل نعمة البصر والسمع وغير ذلك من النعم التي لا تحصن اذا اول شيء سيدنا يوسف ذكر نعمة الله اعترف بنعمة الله ان نعترف بنعمة الله هذا رقم واحد ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث رقم اثنين ان تعترف بقدرة الله فاطر السماوات والارض اعترفت بنعمته عليك ثم بقدرته في الكون فطر الشيء اي بدأ خلقهم فاطر السماوات والارض ثم تعترف انك تابع لله لست تابع لفلان او فلان او فلان انت ولي في الدنيا والاخرة والولي هنا ايها الاحبة هو القدوة لها معاني كثيرة جدا يعني الولي الذي تتوكل عليه تعتمد عليه تلجأ اليه تعمل تحت امره انت ولي ما اجمل ان يكون وليك هو الله سبحانه وتعالى انت ولي في الدنيا والاخرة انظروا هذا ثالثا رابعا ذكر الموت وايقن ان هذه الحياة تافه لقيمة لها كل هذا الملك سيفنى كل هذه الاموال ستبلأ انت ولي في الدنيا والاخرة ماذا توفني مسلما والحقني بالصالحين سبحان الله اية بالفعل تجمع كل شيء لذلك احبتي ساختم بهذه الاية رجاء احفظوها وادعوا الله بها كل يوم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في الدنيا اشتركوا في القناة